طيب يبقى إذا حصل استبدال ليه الأمينوأسد اللي هو اسمه جلوتاميك بأمينوأسد آخر اسمه فالين ده في الـ position رقم 6 ينتج عن هذا abnormal hemoglobinis طيب إذا حصل في نفس المكان استبدال للجلوتاميك بقى طبعا بأمينوأسد آخر تركيبة أخرى أنتج عنها أمينوأسد جديد اسمه ليسين ينتج abnormal hemoglobin اسمه hemoglobin C طيب يبقى أنا عندي في كذا نوع من الأنواع abnormal hemoglobin في عندي hemoglobin S في عندي hemoglobin C عندي hemoglobin D عندي hemoglobin E كلها على بعضها بنوع عليها hemoglobin nobases ينتج عن هذا طبعا abnormal hemoglobin hemoglobin S جيب لي hemoglobin خلايا من جلي hemoglobin C جيب لي كريستلز جزيقات زي ما احنا شايفينها كده خلايا احنا شايفينها هدية والإضافة الى target cells كتيرة برضو بنشوفها مع hemoglobin C موسيقى موسيقى